سألت سؤال سهل لأمير عبدالحليم محمد جمال قبل الفاصل محمد صلاح ممكن ياخد بالندور بصوت واحد وفنفس واحد صدموني وقالوا لي لأ لأ لي عم أمير بصي لان عندي أمل لدي المرة واحدة لك ان عندي أمل فيها بصي الجواز الفرد يا محسوم الكريم بن زيمة يعني الموضوع خلصان احنا بس كان يعني انا مثلا كان توقعي ان محمد صلاح ممكن يبقى من التلاتة اللي نفسه على افضل لايه في اوروبا ممكن يقرب شوية عن المركز السابع بتاع السنة اللي فاتت في البالندور بس انا مصدوم اكتر سيبك بقى من البالندور انا مصدوم اكتر افضل لايه في اوروبا بالظبط بقى ان دي بروين هو اللي يبقى موجود بينفس هو مع بن زيمة وكورتو ويبقى محمد صلاح السابع يعني حتى كمان مثلا تعرف لو كان سادي ومانيه اللي داخل مكان صلاح كنت عبلعها شوية انما دي بروين لأ دي انا مش بلعها خالص وعندي اسبابي بعد وعندي اسبابي بالارقام اللي ممكن نتكلم فيها بص يا سيدي ودي بروين السيزون اللي فات هو الراجل سجل 19 جول وصنع 14 سجل 5 اهداف وصنع جول واحد بس لحد يناير 2022 في الدوري ده رقميا تمام وعلى مستوى الانجازات مع فريقه يعني الالقاب الجامعية كسب الراجل الدوري الانجليزي لكن طبعا خرج على ايدريال مادرين من سيمي فاينال دوري الابطال ومحمد صلاح هو اللي كسب مع ليفربول كسر الاتحاد وكسر الربط فهنا احنا نتكلم ان رقميا مش احسن موسم لدي بروين مش عامل ارقام خزعبلية زي مثلا بتاعت محمد صلاح مثلا في اول موسم ليفا فمحمد صلاح مثلا في 2018 كان مخلص رابع دوري انجليزي وخسران نهاي دوري الابطال بس كان موجود بينافس مودريتش لانه كان ارقام خزعبلية وحتى لقب الدوري الانجليزي سنزل بس عشان نفكر الناس ده فرق نقطة بينه وبالنفرق فصلاح بقى في المقابل عمل ايه؟ صلاح سجل 31 جول صنع 16 جول في نفس الفترة اللي احنا قلنا فيها ان دي بروين سجل خمس اهداف هو مسجل 15 جول وصنع عشرة لحد يناير 2022 تمام؟ فهنا بنتكلم ان محمد صلاح رقميا متفوق على دي بروين انت بتكلم الدوري الانجليزي تحسم في اخر جولة فرق نقطة وصل نهاي دوري ابطال اوروبا وخسر يعني بصعوبة ما كانتش سكور ولا هو حتى اقدم اداء سيء في النهاي فمحمد صلاح فرديا وجماعيا عامل موسم افضل من دي بروين اللي حتى لو منشستر سيتي كسب الدوري ما كانش هو افضل لاعب فيه طيب احنا بقى بنتكلم ان محمد صلاح سنة 2018 اللي هو زي ما قلتلك مكسبش ولا لقب كان عامل ارقام حلوة كان مساجل ارقام حلوة ففرديا كان بينافس على الجايزة وكان ضمن السلاسي المرشح طيب وبعد كده الموسم اللي بعده على طول كان بقى سادس يعني رغم ان ليفربول وقتها كسب دوري ابطال اوروبا بس محمد صلاح ما كانش اهم من جوم الفرقة فبقى سادس يبقى انتكده محمد صلاح ولا خد الجايزة وهو محقق احسن ارقام ولا خد الجايزة وهو محقق لقب جماعي تمام فانت السنة دي انت بتخليه سابع طيب هل بقى ايه بقى المطلوب يعني انا دلوقتي السؤال اللي عايزة اواجهه للصحفيين اللي صوتوا او التمانين كوتش اللي صوتوا في اختيارات الجايزة ومحمد صلاح مطلوب منه ايه؟ يعني الراجل دلوقتي علشان تديله الجايزة او تخليه حتى يبقى منافس لكريم منزيم عليها لازم يكون محقق ارقام فوق الارقام الخزعبلية اللي عملها في اول موسم او مثلا كسب كاسي العلم يعني ماهو مش منطقي صح وفيه حاجات كمان يعني حاجة في صراحة الجنينة بتعندك ليفندوفيسكي مثلا يعني السنة دي هو رابع تمام رغم ان ليفندوفيسكي كان بعيد في دور يا ابطال اوروبا ماكسبش يعني لقب مع منتخب بلان يعني كسب الحاجات اللي بيكسبها مع باير كل سنة تمام السنة بقى اللي فاتت اللي ليفندوفيسكي واخد فيها زباست وكان بينافس ميسي على بالوندور كان خامس مش رابع يعني متخيل السنة اللي فاتت كان خامس والسنة اللي فاتت بقى كان كسبان ايه كان كسبان دوري وسوبر ويه سوبر اوروبي وكس العلم للاندية وخلص خامس بس هو السنة دي راح برشلونا في الصيف الله بس يا شكرا خلص رابع ايوه صح كده صح وكيف اندي بروين انا في رأيي انه قوة منشستر سيتي هي اللي خليته برضو في المكانة دي يعني قوة مش بس قوة اعلامية اه قوة اعلامية ان رأيك ايه في الموضوع بتاع محمد صلاح الاول في جائزة افضل لايف في اوروبا باكيا نروح على البالندور لما بيجي يتكلم على اي جائزة بتتكلم على معايير او بيلرز بتتعطى علشان يتم التصويت على اساس صح فلما بيجي تكلم ان محمد صلاح في السيزن كان بيتكلم عليه 2018 2018 تأهل كاس العلم مع منتخب ما بيروحش كاس العلم من سنة التسعين اه 2017 قبلها نهاية 2017 كان الراجل واخد المركز التاني في بطولة افريقيا التتويج بهدف البريمير ليج في موسم استثنائي في تاريخ محمد صلاح والراجل لم يتوج باللقب في السيزن الحالي هو الافضل ارقاما والوحيد في كل التكهنات اللي كانت قبل الجائزة ان هو ينافس كاريم بنزما حتى لو كاريم بنزما هو اللي خاد البطول انه يصبح في هذا الترتيب نرجع وتؤكد الجائزة نفسها مرارا وتكرارا ان هي في لها ابعاد اقتصادية وتسويقية ورعاية وابعاد اعلامية كبيرة جدا جدا زي ما قلت انا بتفق جدا مع امير في المثال اللي ضربه كيفين دي برويني كيفين دي برويني العيب كبير في الشك لكن لما اجي اتكلم هل هو على صعيد الالقاب حق شامفينز ليك عمل حاجة مع المنتخب البلجيكي طيب هل هو توج بالقاب فردية زي محمد صلاح محمد صلاح لم الالقاب الفردية في انجلترا كلها السنة دي طيب لما يكون واحد لم كل الالقاب الفردية وعلى الصعيد الجماعي تقريبا لكبتين متوازنين طبعا حتى وان كان فيه تفوق بسيط لكيفين دي برويني لانه توج بالبريمير ليك في المقابل محمد صلاح وصل لفاينل وكان نجم ليفربول وكان افضل لعب في المباراة في فاينل لشامفينز ليك من هنا يبقى السؤال قائما هي هل ستظل الجائزة لها ابعاد اخرى غير المستويات اللي بيتم تقدمها او الالقاب الفردية او الالقاب الجماعية انا بقى انا عايز افهمه هي الابعاد دي ما بتجيش عندي انا ليه يعني الابعاد دي انا ما بستفيدش منها ليه يعني محمد صلاح وليفربول ما بيستفيدوش منها ليه ما هو الموضوع زي ما شرحت لك كده من جزء منه اكيد اعلام يعني ليفندوفسك ده اكبر مثال ليفندوفسك ده مخلص السنة 2021 بشكل افضل بكتير من 2022 ورغم كده وكان بينافس على زبست يعني هو الراجل واخد زبست وبينافس على باله اندور ولما ميسي اخدها منه الناس كلها هاجت وقالت ازاي وعلى اساس ايه وبتاق فانت بتتكلم ان الراجل بقى ما خادش يعني ما خادش يعني مش هقول لك حتى الجايزة لانه وقتها منطق ان جورجينو ياخدها ولعيبها من الشلسي تبقى منافسة ده كان بينافسه كيفين دي بروين برضو يعني كيفين دي بروين محبوب قوي كيفين دي بروين دايب اي بروين وكانتي بس عشان اأكد بس لايب بشكلها جماعة طبعا 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 نهاردة عمل نهاردة عمل جاب جول حبا مع بورن وصن ستة بتتكلم عن اني دي بروين السنة اللي فاتت تحديدا زي ما قلتلك هو مش افضل ما هو اسمه لا اكيد صلاح افضل وكمان في حاجة بقى محمد صلاح خاد جايزتين اللي هي جايزة المقادر ياضيين وجايزة رابطة اللاعبين المحترفين وخص الجايزة واحدة اللي هي جايزة البريم البي تمام فوقتها الناس كلها قلتلك ازاي يعني كيفين دي بروين ازاي اخدها وله مثلا هداف وله اكتر لعب صنع اهداف ده محمد صلاح اللي مسيطر على الاتنين فلان الموضوع ده تفتح وابتدى الصحافة الانجليزية تتكلم عنه فقال لك ليه بقى علشان كيفين دي بروين تقلب ضد غولفر هامتون وسجل سوبر هاتريك تمام فوقتها كانت التصويت بيتم على الجايزة بعد المتش مباشرة فكانت الصورة الزهنية اللي عند الناس ان كيفين دي بروين لسه مسجل سوبر هاتريك وطبعا محمد صلاح اه ومحمد صلاح كان عايش في ضرب من بعد خسارة ناقي كاس وامر افريقية فشوف خد بالك وقت التصويت ازاي بيفرق يعني وقت التصويت بيفرق ازاي فده السبب تتويج كيفين دي بروين بالجايزة بتاعت البرامر ليج لكن عدالة بقى وان يبقى كل واحد في معايير محطوطة وبيتم التقديم على اساسها يبقى محمد صراح كان هيبقى واخد كل الجواز الفردية فانت ازاي الدوري الاقوى في العالم واحد وصل نهاء تشاميونز ليج وميبقاش بي نافس على جايزة فردية ده كوميتيا يعني طبعا